اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده جميلة في الفرن طبعا الدنيا سقعة جدا جدا ولازم نشغل الفرن ونعمل وصفات كده تدفي البيت وتدفي كمان المعدة النهاردة هنعمل مع بعض هريسة الدرة أو البسيسة زي ما بتقولوا عليها هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا من غير بيد من غير زبدة من غير أي تعقيدات قبل كده كنت عملها معاكم بس من زمان ولاحظت أن عمال بيجيني عليها تعليقات إزاي دي من غير بيد فقلت أن أنا هعملها تاني والفيديو بالتفصيل علشان تتأكدوا وتجربوها وإن شاء الله تعجبكم طبعا أنا كنت لسه جاية من بره وجايبة الحاجات بتاعت الهريسة فمش محضرة يعني المكونات كنت بوريكم أني جايبة نص كيلو دقيق درة من اللي هو الأبيض ونص كيلو دقيق عادي وكيس كيكشف أو بيكم بودر وكيسين فانيليا والزيت يعني مش هنستخدم غير زيت وسكر تمام؟ أنا هنخل الدقيق ولازم تنخلي دقيق الدرة لأنه بيبقى فيه حتة من الدرة وقشر كمان فلازم تنخليه بمصفة ديئة هنا نخلت الدقيق الدرة وحطيت نص الدقيق الأبيض يعني أنا جايبة نص دقيق أبيض حطيت نصه من غير عيار وهو بالكيس زي ما هو كده حطيت نصه فوق نص كيلو الدقيق الدرة وهنا بحط ما بقى؟ بحط معلقتين سغنطتين خالص من الكربوناتو ولغبط كيس الكيكشف تمام كده؟ وطبعا حطيت زرة ملح يعني أنا حطيت نص كيلو دقيق الدرة ربع كيلو دقيق عادي زرة ملح كيس كيكشف معلقة هنقول معلقة يعني مثلا معلقة لربع كبيرة أو معلقتين صغيرين من الكربوناتو وبعدين مالت الكوباية ديت من الزيت هتطلع 200 ملي مالتها من الزيت وهنزل فوق المكونات الجفة اللي أنا حطيتها هارست الدرة عايزها تطلع معاكي حلوة بسيها كويس جدا يعني ما تخليش أي حويبات من الدقيق زهرة مسيكيها كده بقى بقديكي دلوقتي طبعا هسيب المعلقة ديت وهنبدأ ان احنا نبسها بحيث ان كل الدقيق يختفي خالص في المادة الدهنية طبعا تقدري تستبدلي الزيت ده بالسمنة بس عايزة أقول لك للأمانة هي أحلى بالزيت تمام؟ وطبعا يكون زيت كويس يعني ما يكونش لي ريحة زعقة أو مخزز أو حاجة أنا الزيت اللي موجود عندي زيت عادي ما زيت درة ولا حاجة زيت عادي بس ملوش ريحة فتمام استخدمته هفضل بقى بس فيها كده لغاية كل ما الدقيق ما يبقاش باين منه أي دقيق ناشف كله كله يتغطى بالمادة الدهنية وكده تبقى جهزة معي يعني ما تستسرعيش أو تلاقيها لسه مش لسه في حتة دقيق وتقولي كده كويسة لأ لازم تغطي كل حبيبات الدقيق زي ما أنا ورتكم كده في الوقت ده بقى هنعمل إيه؟ هنجيب السكر أنا هستخدم كباية ونص من السكر من نفس الكباية اللي أنا استخدمتها قدامكم للزيت همليها كباية ونص من السكر والسكر حسب الرغبة الكباية ونص من السكر دول هقلبهم في كباية ونص من المية تمام يعني أنا جبت البطراماني العسول ده حطيت فيه كباية ونص من السكر وحطيت فيه كمان كباية ونص من المية أهو بورديكم بنفس الكباية اللي عيرت بيها الزيت وهدوبه تمام قوي ولا حطينا بيدو ولا حطينا زبدة ولا حطينا أي حاجة هكب كده المية اللي هي مسكر دي وهبدأ إني أعجن الهريسة بتاعتي هي أول لما بتحطي عليها المية بتبدأ تعمل كور وتكتلات كده ده من دقيقة درة هنفك بقى كل التكتلات دي بالمضرب اللي هو اليادة ويدود بإيدك بعجان بتصرفي يعني بقى أي حاجة تمام هنفك كل التكتلات ولازم تتأكدي لأن هي بيضل فيها زي ما بيقولك كور كور كده من دقيقة درة هنا أنا لاحزت إن هي لسه محتاجة مية طبعا أنا حطيت مية الأول كباية ونص على كباية ونص سكر وأنا عارفة إن هي تحتاج مية تاني بس لازم ننزل بالمية بالتدريج لحد ما نشوف هي تاخد معنا قد إيه وهي هقول لكم إجمالي المية اللي هي خدتها معايا هيكون قد إيه وهنا حطيت كسين الفانيليا عايزة أقول لك طبعا لو كنتي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة واللايك للفيديو وتعليق حلو كده زيكم وجربي هرست الدرة بالطريقة ديت اقتصادية على آخر وطعمها ورحتها وهم يعني أنت لما هتجربيها هتقولي أنا مكلتش هريست الدرة بالجمال ده قبل كده مع العلم إن هي اقتصادية جدا من غير بيد من غير سمنة من غير زبدة وطعمها طحفة بصوا هنا كنت بوريكم شفتوا الكورة دي أهي مع إني بعمل أهوب المضرب بس برضو بيفضل فيها كور كده لازم تاخدي بالك إن هي اتفككت تماما تمام قوي كده الكوام بتهيقلي كده تمام قوي أو ممكن نحتاج معلقتين مياه كمان بس هو كده حلو يعني كده كوامها حلو ممكن نحط معلقتين مياه كمان طبعا في الوقت ده يكون الفرن بتاعك شغال على درجة حرارمية وتمانين ويكون متسخن مش أقل من خمس سبع دقايق يعني ما تكونيش لسه ما ولا عاد الوقت برجع أقلب وتأكد كويس جدا إن هي ما فيهاش أي تكتلات وهنا زي ما قلت لكم هي كانت محتاجة معلقتين آآ مياه كمان أقل من ربع كوباية وأنا بالفعل حطت لها آآ زي ما انتم شفتوا كده علشان حسيت إن هي لسه تقيلة ما شاء الله كمية بتبقى كبيرة يعني تقدري تعملي الكمية ديت في صينية آآ مقاس آآ خمسة وتلاتين فاربعين مثلا فأنا هنا هحطها في في البايركس دوت ده خمسة وعشرين في تلاتين مش هحطها مش هحط كل الكمية يعني هخلي شوية كمان أحطهم في صينية أو في حاجة تانية عشان ما تطلعش عالية قوي دهنتوا كده بدهنة من الزيت تقدري تستخدمي أي صينية عندك محطتش دقيقة محطتش أي حاجة هي مش بتلزق هي دهنة بس بسيطة من الزيت أو بالسمنة بس أنا دهنت زيت زي ما انتم شفتوا كده وهنزل الكمية اللي أنا عايزاها هنا وهسيب شوية لأن هي كتير على الصينية يعني تمام لاحظوا كده بصوا كمية اللي أنا حطاها قد ايه يعني باين قدامكم ما الصينية فيها قد ايه فاضي وهنا بقى معايا سمسم أبيض وده اختياري يعني أنا هحط فوق الوش كده سمسم تقدري ما تحطيش حاجة خالص أو تقدري تحطي آآ سمسم أبيض زي ما أنا حطا كده ولازم يكون أبيض ما ينفعش السمسم التاني عشان ما ياخدش معاكي لون ويبوص شكلها أو تحطي جزت الهند أو تسبيها يعني ما تحطيش حاجة بس بصراحة ما بتحطي لها سمسم كده بتبقى جميلة جدا وهنا الحبة اللي كانوا باقيين أنا حطتهم في الطاجن ده اهو لازم تمسحي بقى لو في اي حاجة ملحوسة كده لازم تمسحيها عشان ما تشتش وتعمل ريحة مش كويسة في الفرن وانتي تفكري ان الصينية حصل فيها حاجة تمام هندخلهم بقى على الرف اللي في النص على درجة حرارة مية وتمانين فرن تكون متسخنة مسبقا زي ما قلتلكم وهتاخد معاكي من نص ساعة لنص ساعة وخمس دقايق على حسب الفرن بتاعتك هتطلق تفتحي عليها بعد نص ساعة وبعدين تختبريها بخلة زي اي كيكة أو بسكينة رفيعة لو طلعت معاكي نظيفة بتبقى تمام خلاص مستوية ولو طلع فيها حاجة بتستني لها دقتين تلاتة كمان طبعا المفروض ان انت بتستنيها لما تبرد تماما دي الحبة اللي فودو ما حطتش هنا سمسم عشان عندي واحد فولا دي مش هكس معاكس كده يحبهاش بالسمسم بتستنيها تبرد تماما وتقطعيها علشان هي اسمها بسيسة يا جماعة يعني هي مش زي اي نوع كيكة هي بتتفتفت تمام فالمفروض ان احنا نستنيها تبرد على الاخر وبعدين نقطع انا هنا لما قطعتها هي كدفية شوية بس برضو هي متى مسكة وحلوة قوي قوي وبصوا ما شاء الله عليها عالية وجميلة قد ايه والسمسم الابيض بصوا شكله حلو جدا جدا عليها ومشكل بس كمان مديها طعم حلو قوي بصوا بسم الله ما شاء الله ارتفعها حلو جدا هشا جميلة لونها حلو قوي مع ان الدقيق اللي انا مستخدمها هو الدقيق دورة ابيض مش اصفر لكن لونها حلو قوي بسم الله ما شاء الله جربوها بقى وباذن الله تعجبكم وزي ما قلتلكم طبعا ما تنسونيش باللايك للفيديو لو كانت اول مرة قناتي تظهر قدامكم ياريت تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل الوصفات الجديدة اول باول ولو عجبتكم الوصفة او عايزين اي وصفات تانية ياريت تقولولي في التعليقات وجربوا وصفة هارست الدورة ديت من غير بيد من غير زبدة وباذن الله هتعجبكم اشوفكم على خير قريب وصفة جديدة سلام عليكم